اشتركوا في القناة الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا ما زلنا مع موضوعات السحر والحسد والعين ونهارضا هنتكلم عن سحر يا حزوز بين الزوجين العنوان زوجي اتعامل له سحر كيف اعرف طبعا سحر التفريق معلوم والسحر الوحيد اللي الذكر في القرآن الكريم في صورة البقرة في بداية ربع واتتبع ماتاته شياطينه على ملك سليمانة وما كفر سليمانه ولكن ربعاتنا كفروا في الاية دي فيتعلمون من هما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فعندنا سحر التذكر في القرآن صراحة وهو ده السحر اللي تذكر في القرآن وفي السنة سحر المحبة التولة واخبارنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه شرك اللي مثلا البنت تحب شخص تروح للسحر تقول له أنا عايزة فلان ده يجيلي يتقدملي ويتجوزني ده اسمه سحر المحبة فهنا السحر ده اللي أنا هتكلم عنه ده ذكر في القرآن الكريم فالستة ممكن تشوف زوجها او المرأة ممكن تشوف زوجها يتعمل له سحر تبدأ فيه اعراض تظهر عليه ايه هي الاعراض دي عشان عارف ان زوجي يتعمل له سحر شجار على ادفه الاسباب وعدم تقبل كلمة من الطرف الاخر زوجي ما كانش كده وبقى بتلككني على ادفه الاسباب على ما واحدة ما تكفيش لازمنا على مد كرهة الجمع ممكن يبقى جاي مسلا من العمل او من الشغل فيدخل فيتخلق عليها تقوله أنا سمعت بيقولك لا على مد كرهة لازم تتجمع ممكن يشعر الطرف المسحور ان حياته يعني مش جميلة عاوز يغيرها عاوز يتخلى عن زوجته يشعر الطرف المسحور ان الراحة في الطلاق ويراوده فكرة الطلاق دائما يشعر الطرف المسحور انه كل ما يخرج بر البيت هو مبسوط ومرتاح يدخل جوه البيت يرجع للبيت يحس بخنقة وضيق وصداع وواواوا كل على مد لازم تتجمع انا بأكد تبدأ بعد كده تنطفق مشاعر الحب والمواد ده بينهما تبدأ بعد كده حتى العلاقة الحميمية لو حدثت يكون فيها برود وليست كما ينبغي او كما كانت على عاهد يعني سابق عهدها في تبلد حتى في المشاعر فالحاجات دي كلها لما تشوف الزوجة الحاجات دي تظهر على زوجها لابد من معالج لابد من معالج المرة التالتة لابد من معالج سيبكوا ها من موضوع ندخل على جوجل ونسمع على الشيخ ده بيقول ايه ونعمل ايه وما نعمل شيء سحر التفريق لازم معالج بالقرآن الكريم فظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر